البعض دلوقتي بدأت الحملة طبعا الحملة شغالة على خالة بيبو من اول يوم واصلك قصة وقط اللبس وفي ايه في قط اللبس مفيش حاجة تغيرت في قط اللبس كل وقت بقولك كابتن ساد عبدالحفيز تاريخ عظيم جدا في النادي الاهلي وهو ابن من ابناء النادي الاهلي في اي يوم حيبقى موجود في اي منصف في اي مكان مفيش جدال في هذا الامر لكنه دلوقتي الكلام على كولر بقى في الجنب الفني هو ايه قصة ايه طب انا بس بسأل سؤال لو جنين واحدة في الشيطة العلونية جات وكورة العرضة جات كان بقى كلر مدرب عظيم ولا ايه ما قصة ايه الارقام طبعا تخوف الاهلي ما بيكسبش اخر عشر ماتشات مش عارف كسبان باين ماتش واحد وتعدلات وعنده خسارة وشغلانة يعني فالارقام طبعا تقلق تخوف جمهور النادي الاهلي تخوف محب النادي الاهلي خاصة انه داخل على كاس العلم للاندية نارده جمهور الاهلي زعنام طبعا ليه حق زعنام يعني النادي الاهلي مش متعود ان النتاج السلبية دي في وقت قصير وخاصة ان المجموعة في المتناول بالنسبة النادي الاهلي وعنده النادي الاهلي عنده الكدرة انه هو ينهي مع احترام طبعا لبلزداد فريق محترم وكورة جزائرية على اعلى مستوى ولكن النادي الاهلي الفرصه افضل وهو بطل افريقيا فالمفاجأة للجمهور ومفاجأة لكل النقاط وفي افريقيا ان النادي الاهلي معروف عن انه كان يقدر يخلص المجموعة والدور الموجود في النادي الاهلي ولكن يعني هو فيه حاجة غلط في المتشاطة اللي فاتت في الدورة افريقيا ان النادي الاهلي هكون لنا متفئين حتى جمهور النادي الاهلي يعني فيه تخوف مش كل مش الثقة اللي موجودة ان النادي الاهلي هيكسب في اي وقت ببعيدش موجودة فيه مفاجأات اعتقد انه فيه حالة جوه الفريق متهيالي يعلمها طبعا المدير الفني ان هو ادارته للمباريات وتركيزه في الفترة دي غير الموسم اللي فات وبالدليل الموسم اللي فات خد بطولات كبيرة وكان فيه اداء عالي جدا والناس اشادت به اعتقد التركيز من المدير الفني مؤثر على اللعبين اشتركوا في القناة